صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى وزي ما عودناكم معانا نائب الشعب معانا النائب الجميل المتقلق المجتهد طارق بيه سعيد نائب دائرة امبابا النشاط حتى من الصبح شغال ماش بيسكت نورتنا طارق بيه صباح بكرة أحلى صباحك فلو صراح مصر كلها جميلة ايه حكايتك انت ببيتنامش ولا ايه اكيد شغال 24 ساعة وفيه حاجة جميلة على فكرة يعني امبارح كن فيه خبر من جديدة بكرة أحلى عن حضرتك هتبقى ضيف معانا في صباح بكرة أحلى كان فيه حالة بتقول ان هي معهاش يعني انها يعني ابنها عايز عملية وده كان تحت الخبر اتفاجئت بحد من المكتب عندك تواصل معاه مباشرة وقال له حضرتك تفضل معانا في مكتب النائب طارق سعيد حسنين انا المسؤول عن ملف الصحة احنا يعني هنتواصل معك فقال له يعني فيما معناه انه هو يعني فائد الامل فقال له لا الموضوع ده بيتبنى على طول طارق بيعني ايه الحكاية لا بص حضرتك يعني الصحة دي بالذات مجال صعب جدا ايه انا ما اقدرش يستحمل حد قدامي يكون بيتقلم وما اقدرش في ده ايدي يعمل له حاجة ما اعملهوش عشان كنا كما ضمن البرنامج الانتخابي الاهتمام كتير جدا بالصحة لازم نعترف ان احنا عندنا خلل في الصحة في مصر ده عفو امكانيات وده حل البلد موجودة دلوقتي هل احنا كنائب او كناس قدرة على العطاء نسكت ولا نعمل ايه ايه فلازم نركز على الحتة اللي فيها دي فوق لو كل واحد في مصر شاف ان في دي حاجة ممكن يعملها في مجال معين في تقصير منه من الدولة لانها ما عنداش امكانيات لازم نعترف بكده خلاله يبقى كلين ده دور المجتمع المدني دورنا فين تبقى انك نائب دور المجتمع المدني فين ده دور مهم جدا فكان من ضمن اولوياتي اللي هي النواحي الصحية بالذات فانا مركز في كده هتعرف نحن ذاك انا عندي اتنين مقومين واحد معد القلب واحد معد نصر انا استغربت ساعتك انه بمجرد ما الرجل عمل التعليق يعني هو بنقول لكم طريق بيه سعيد هو بتواصل معاكم بالعموم عشان موضوع ملف الصحة ده هنرجع كنا بنتناقش ساعتك في موضوع الشهيد محمود البنة واللي قتلوا محمد دوت وانه تحت سن الثمنتاشر اللي شهر فالقانون هنا بيقول انه ما ياخدش اعدام ولكن اقصى عقوب عشر سنين ايه دور مجلس النواب ساعتك في الموضوع ده واحدة قصة هو بيتحكم بلغة تحت قانون طفل فالقانون طفل ده محطوط مفترة مش بدلوقتي لكن انا وجهة نظري لا الطفل بتاع زمان غير الطفل بتاع دلوقتي واللي كان عنده تمنتاشر سنة زمان غير طفل بتاع دلوقتي الميديا اللي موجودة والسخب اللي موجود وسائل الكمانيوكيشن ده قصة اختلفة ده ده الولد الصغير عنده ادراق قوي جدا الولد بيباليس عنده سنتين وثلاثة وعايف كل حاجة فازاي نعاقب يعني القوانين دي من زمان لازم تتغير انا معاك لازم تدفع قوانين جدا لأ بيع عنده ادراق وعنده فهم وعنده وعي ومعلومات قوية جدا وتواصل في كل هتة والفيسبوك والكلام ما خلاش فيه حجاب عن اي حاجة فعنده معلومة موجودة طبعا شخص سنة ده ده راجل يعني بتحمل مسؤليته طب فيه امل ان مجلس النواب يعمل قانون جديد عشان خاطر الحد من هذه الظاهرة لا انا هتقدم بطموه بالقانون مشروع قانون من نسمانة من احنا اخي ادخل من ستين واحد من نقدر احنا مشروع قانون لا لا ده خبر لصباح بكرة احلى النائب نائب الشعب طاري بيسعيد هيتقدم بقانون لتعديل هذا القانون قانون الطفل اللي هو نجد فيه برضو يعني برضو ظلم الناس تانية لان دلوقتي 18 سنة بيتجوز يعني مش وعندنا الدين الاسلامي يعني النفس بالنفس نرجع تاني يبقى الموضوع دوت احنا انتهينا منه بتقديم ان شاء الله سيادة النائب طاري بيه تملي يعني انت عندك صبقة امور كتير نشط ما شاء الله عليك ويمكن فيه مواضيع كتير انت بتمقى موجود في قلب المكان في قلب الحدث ايه المواضيع الجديدة يعني انا شفت كنت عامل لسه مكان تموين مركز تموين في مبابا حاجة صرحة كبير جدا ايه الفكرة دي بص حدك يعني انا ان انا رئيس غرفة صعد حقوق في مصر في مداخلة تليفونية هنكمل بعد المداخلة قالو عليكم السلام عليكم عليكم السلام بنمك صباح بكرة احنا ايوة عليها وحضرتك من معنا ام أحمد اهلا وسهلا بقول لحضرتك ايه لو سمحت يعني وحنا كنا مستنيين جريمة تحفظ والجراءة تكتر عشان نفعل القانون ده لا هو احنا مش هنفعله ده يعني خيارة نائب هيتقدم بتغيير هذا القانون لان زي ما حضرتك قلتي ان يعني مش عايزين نستنى لما تكوارس تحدث عشان نغير القانون طب ما التوارس بتفصل بقى لها زمن ايه احنا نستنيين ايه طيب احنا استنينا لما جيه طريق بيه سعيد عشان يتقدم بهذه المذكرة فيه حاجة تاني تقدر تقوليها حضرتك غير الموضوع ده لا مشكرا لحضرتك لاني اصلا حتى راضح ده بفراحة ربنا مستفز زي كل الناس اه هو طبعا بنشكر حضرتك يا محمد صباح بكرة احلى نستكمل مع سيادة الناب معلش الناس اه لو الموضوع مستفز بصراحة بينه وبينك يا اه نرجع تاني للمركز بتاعة انا شفت يعني انا شفت عن طريق السوشيال ميديا انا استغربت ان ده موجود في مبابا ايه الموضوع ده ايه الفكرة ابو سلح حضرتك طبعا عشان انا ملمستي في موضوع البطاق التموينية دي بزداد والميدال الناس كد بتعزب قد ايه عشان يقعد في طبور مثلا ساعتين على ما يوصل دوره وفي الاخر اقوله مثلا لا بعلق شهر بعد عشرين يوم كلام ده كله عشان نكتفلك بطاقة نزود واحد نقل للواحد نفس الحد فازفقنا نروحت معاني وزير التموين وراجب صراحة ما بتأخرش عني انتول في موضوع كذا 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 وانا عايزة اعمل حاجة معينة انا عندي مكان في جمعية عندي فاول دور انا ممكن ان انا عامله حاجة كده فايف ستار كده زي بتكون داخل مبنيل و بتخش برقم و تقعد و تنتين ده عليك باسمك و تقعد بس لازم يكون ده متواصل مع الانتاج الحربي فيه سرعة اه 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 انا اخد بياناتي على طول مقولكش تعالي بعد كذا لا انا عايز خدمة فورية لا ده فكرة جديدة كمان اه فقالي والله الموضوع دوت يعني هتقدر تعمل ان كانت طلقه يعني انا وانا متبرع بيه لأهل المبابل انا عارفني انا بخدم كده تبتخذ اكتر من اواربعين الف الطاقة اه 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 انا شايف طريق بيه يعني غير تمييزك ونشاطك ونزولك في كل مكان انا بلاقيك كمان بتتبرع يعني كمان مش بتقول انا هعمل من خلال يعني انت حتى في الحتة بتاعت الصحة المفروض الدولة بتطلع ملايين الملايين بالنسبة للصحة ومع ذلك انت ما انتظرتش وبتحاول انك تساعد بمالك وبتتبرع ايه حكاية انك يعني ان القصة دي انك تتبرع يعني لا بص في حاجة انا احنا قلنا ايه لا مهما تعمل برضو الدولة الدولة ما عنداش امكانيات اللي تتعمل كل اللي ترضي جميع الناس اي فده دور ده المجتمع المدني يا جماعة اي يعني انا بشتغلها كنائب ان انا عندي علاقات وليها سلطة وباور وراحة تانية عندك امكانيات تقدر تساعد بها الناس اللي محتاجة من خلال مواضيع يعني الميزانية بتاعت الدولة في اللجلة الاقتصادية ايه تقصة مختلفة ايه يا جماعة احنا الموضوع مش سهل انت بتبني بلد اي فالبلد محتاجة امكانيات جمدة جدا تمام حقيقة فلفيه اولى فاولى فاولى فلازم دول فيه دول المجتمع المدني انت فين انت هل يعني جامعات كلها الموجودة في مصر دي كلها انا بقعاتب عليها لو كل جامعية بتشتغل بما يرضي الله وبتصرف على المربع اللي عندها من خلال التبرعات اللي بتجي لها في ناس كثير جدا مش عارف تتبرع فين ايه انا مش عارف اعمل ايه اه لا فيه اماكن محترمة موجودة عندها اه فكر وعندها وعي وبتشغل ناس يعني انا بحب الجامعية اللي هي بتشغل ناس النظام من انت تعلمني سد السمك وتعبيش اكله صحيح وبفتح محلات صغيرة وبعدين ساعد المرأة المعيلة والتنمية المستدامة حاجات كثير جدا بتنمي المجتمع قاع المجتمع بقى هو ده اللي انت لازم بت ايه بتدي تغربل فيه كل شوية كده وتشوف هو فيه وتنزله اه تقصد يعني يعني ابناء الشعب الكادح هو ده لازم تنزل لهذا لازم تنزل هو مشاكله ايه ايه كان احدى مشاكله مثلا بطاعة التنوانية لمشكلة بالنسباله صحيح بتخلي انت انا بطاعة بتقف عنده اه اشرين يوم بحشرين غيفو بحشرين ياشي بقى دي عشرين جنيه بس عيش اه لكن لو باخده وكان يكون جنيه يكون في البطاعة شوف شوف الفرق قد ايه فده يتحمل قد ايه لحد ما البطاعة بتاعة تصلح قد حاجة صغيرة هاي صحيح صحيح الف تحية طبعا لحضرتك نقدم لك التحية على الفكرة الجميلة دي وبعدين انت مش تبرحت وعملت وجهز لا انت ربطت مع الانتاج الحربي عشان يبقى على طول رد الفعل السريع لان حياتك بتقول صهر ولا عشرين يوم لا فيه ناس بتقعد بالستة شهور اه نعم اقول لك الف تحية ليك سيبت النائب الجميل لا انا مستغلب لك حد دي على فكرة فيها الناس كتير مش عارفة ان فيه اقصر فقرا واحتياجا ليهم اولوية يعني المطلقات مثلا بتعمل لها بطاقة فوري اي واحدة مطلقة ما عندهش بطاقة لا تروح تعمل فيه ناس كتير مش عارفة كلام دو واخد بالك اسحر باب المعاشيات ليه اقل من الف ومتين جنيه تروح اه الارامل فدول تلات نوعيات قريبين اوي وسهل جدا انا مروح يمول بتاعتهم هتفر عام كتير في ناس مش عارفة لو مش عارفين هل بقولهم اهو انا مكتبي في الكتكات تحت امركم وفي المطار وفي ارض الجامعية اي تلات مكاتب اهو موجودين من الساعة اربعة لحد الساعة عشرة اي وعند الشي موظف مكفلين يعني مكفلين بالكلام ده اه ما شاء الله لا حضرتك شخصية يعني يعني نشطة اه لها ثابات على دايرة مبابة ويمكن في جمهورية مصر العربية ما شاء الله على حضرتك اه يعني نائب للشعب بجد احنا عايزين كل النواب يبقوا زي حضرتك نشطين موجودين باستمرار بين الناس عايزين كلمة اخيرة لحضرتك تقولها اخيرة عايزين نحب بلدنا اكتر من كده الله نحب بلدنا اكتر من كده لما نحب بعض هنبقى كتلة جمدة جدا لما نبقى كتلة جمدة هنبقى سد منيع لاي حاجة موجود لبقى قد الدنيا اه لا هنقدي الدنيا هنقدي الدنيا والعالم اجمع ان شاء الله اللي بقى فيش حاجة هتقولها في نهاية الحلقة صبق الصباح بكرة احلى دايرة امبابا والجمهور دايرة امبابا لا وان شاء الله في حاجة في امبابا القديمة ان شاء الله بشي علىنا دلوقتي عشان حاجات دي بتتاخذ هيبيني حالة بعد كده في افتداحها لا هعزيمك في افتداحها بقى لا احنا نتشرف وكبان حضرتك هتوعدنا بحلقة تانية لان احنا الوقت مع حضرتك ما بيخلص لكن طريق بيسعيد بيوعدكم في مفاجأة مش هيقولها لكم انما ان شاء الله هتقي تصورها انت ان شاء الله وهنيجي تصورها وان شاء الله بكرة هيبقى احلى كلمة اخيرة تقولها للجمهور يا رب يا رب يكون سنة سعيدة علينا ان شاء الله و مصر بتتقدم وبتجبر لازم احنا يبقى على هذا الحدث اي ما نستعجلش البناء بياخد وقت اي والهدم بيجي في سرعة والهدم بيجي في ثانية سيادة النائب انا عايزة اقولك انت شرفتنا ونورتنا وصباح بكرة احلى منور بيك النهاردة اعزائي المشاهدين كنتم معنا صباح الامل صباح السعادة صباح بكرة احلى حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة احلى